تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة رفاع البحرين وأعرب سمو رزير شؤون الديوان الملكي في البرقية عن أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه الذكرى الوطنية لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة منوها بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء لقوة دفاع البحرين والذي أسهم في تطوير إمكانياتها وتعزيز قدرتها ولتبقى هذه القوة الحصينة بإذن الله حامية للوطن ومكتسباته وداعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة